المارة على الكورنيش البحري في عين المريس جلسوا دقائق قليلة واستمعوا إلى قصص فتيات لبنانيات تعرضن للاغتصاب من أحد أفراد عائلتهن قصص كشفتها منظمة أبعاد داخل غرف صغيرة تجسد واقع بعض المنازل اللبنانية اسمي فرح لما كان عمري 15 سنة كان زوج إختي يتحرش فيه جنسيا وجوز أم اختصبني أول مرة لما صار عمري عشر سنين خيم باية كان يعتدي علي وهدتنا بالقتل والفتيحة إذا حكيت لا حدا كل من استمع إلى قصة الضحية أكد تضامنه معها وطالب بتشديد العقوبة على المعتدي اللي شفته كتير صعب جاي طالب فعلا بالمؤبد إله والحياة إله يريد تبيوع هالإنسان الوحش إنه المرأة هي كتلة من العواطف من الأحاسيس من الحنان بمناسبة اليوم العالمي لحول الإنسان حاولنا أنه نحط ثلاث بيوت موجودين على عين المريسة وورا كل بيب في قصة عن امرأة تعرضت للاختصاب من قبل أحد أفراد عائلتها هي محاولة لإخراج هذه القضية وهي الموضوع من وراء البواب المغلقة وبنفس الوقت التسليط الضوء على أهمية كمينة كسر الصمت حول هذا الموضوع وإخراجه من العقلية الزكورية المغلقة ونكون عم نشتغل على الإصلاح القانوني كل شخص في لبنان بيغتسب بحدة من عائلته بيتعقب خمسة سنين بس عم تتخيله؟ تستمر منظمة أبعاد في رفع شعار المؤبد إله والحياة إله في إطار حملتها التي تسلت الضوء على المغتصبات في لبنان من قبل أحد أفراد الأسرة وتطالب أبعاد بتعديل الفصل السابع من قانون العقوبات بحيث يجري تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد صراحة أنا نطالب إلى إيجاد مادة خاصة تجرم كل من يعتدي على فتاة من عائلته سواء كان الأب أو الجد أو الأخ أو الخال أو العم بالمؤبد لازم يكون في عقوبة رادعة حتى نقلل من هذه الجرائم التي فعلا تدمر العائلة ككل ليس فقط الفتاة الأحصاءات الأخيرة تؤكد تعرض واحدة من أربع نساء في لبنان للاعتداء وتسعة وأربعون في المئة من حالات الاغتصاب تقع بواسطة أحد أفراد الأسرة أو من المعارف المقربين ليالبو موسى قناة الجديد